من بعد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة من قبل رئيس الجمهورية توقفت عجلة الاتصالات والمشاورات يلي كانت عام الدور بمحاولة لحل الخلاف السياسي الحاصل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يلي وبحسب الأوساط المتابعة لأجواء بيت الوسط مش رح يسحب اسمه ورح يبقى مكمل كمرشح وحيد حاليا لرئاسة الحكومة بنفس العنوين يلي بعضوا عم بينادي فيها بإطار المبادرة الفرنسية يلي اعتبر المخرج الوحيد لأنقاذ لبنان هذه المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين ما بينتموا للأحزاب تعمل إصلاحات محددة بجدول زمني محدد ما بيتعدى أشهر محدودة العقد الأساسي الواضحة للعيان هي بين الحريري والتيار الوطني الحر خصوصي بموضوع حكومة الاختصاصيين برئاسته الشي يلي خلى رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل يرد على الحريري بخطاب بـ 13-20 ويقول أنه لازم يكون اختصاصي يلي بدو يرأس حكومة اختصاصيين يلي بدو يرأس حكومة اختصاصيين لازم يكون هو الاختصاصي الأول أو يزيح لاختصاصي ويلي بدو يرأس حكومة سياسيين فحقه يفكر إذا بدو يفكر وإذا كان هو السياسي الأول تأجيل الاستشارات لقى بحسب مصادر مواكبي للحركة الفرنسية بلبنان إشارات سيئة واعتبر مصدر بالرئاسة الفرنسية أنه خبر تأجيل الاستشارات هو سيء كونه بيصب بخانة التعطيل والعرقلي وضيع الوقت لتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة المصادر الفرنسية المتابعة قالت أنه ما رح تتدخل بالخلاف بين سعد الحريري وجبران باسيل وهي مش مهتمة بالتفاصيل الداخلية للبنان وبانتظار الحل المش معروف لحد هلأ برز موقف لعضو كتلة لبنان القوي نائب جورج عطلة يلي قال أنه الحريري مش الشخص المناسب يلي بيقدر على إنقاذ البلاد خصوصي وأنه بعده عم بيطرح موضوع حكومة الإختصاصيين وقال عطلة أنه بيرفض الطريقة يلي عم بيتعاطى فيها الحريري بالمشاورات مع الكتل النيابية بدوره عضو كتلة المستقبل النائب هاد حبايش شدد على إنه الحريري ما ترشح لا يعتذر وبيعتبر نفسه مرشح طبيعي وبالنسبة للاستشارات النيابية قال حبايش إنه الجهة يلي أجلت هي يلي لازم تفتش على حل واعتبر إنه كتلة المستقبل مش معنية أبداً إنه هي تخفف أو تزيل العرائيل والمشاكل المشهد الحكومي تجمد من خلال الخلاف الظاهر بين التيارين حاول شكله وعمل ومسائية الحكومي الجاي ومع هيدا المشهد ندخل نهاية الأسبوع المش متوقع يصير فيها أي خرق على صعيد المواقف بانتظار بداية الأسبوع الجاي